كابتن فوزي كابتن ردوان تقولت لي لأطلع فاصل أول لما قلت لك اختر ليه التشكيل كابتن ردوان بس أسلام الفرقة لإجهاد العام لأه في إجهاد لكن في نواقس الفرقة في نواقس طيب لو حركت مثلا مع سوارش دلوقتي وطلب منك تحطني تشكيل المطش اللي جاي الله يا مشكلة كبيرة طبعا لأن لو شريف موجود في الحتة الفروت دي عندنا مشكلة بعديها الأطراف أنت عندك إصابات في برستاو عندك حسين لوقتي إصابات فأنت ما عندك شغل طهر واحد منهم صراحة محسن ووضح جدا أنه هو رجل عايز وقت قليل يلعب فيه قصة أنه يبدأ دي مشكلة فأنت قدي أول مشكلة هنقع فيها تمام اللي هي الطرف اليمين أو الشماء الاتنين حمدي فتحي والسلية اتنين لعبها هيلين ولعبها كبار لكن زي ما احنا قلنا موجهدين لازم حد زي أوكا كان بيلعب في فترة مع كابتن سامي وأنا شايفه كان بيقدي بصورة محترمة جدا ولد صغير زياد طارق ممكن ياخد الحتة بتاعت الطرف من بدري شوية ولد صغير وقادر يشتغل فأنت هتريح صلاح مرسن وينزل تغييره فالولد الصغير يقدر يشتغلها ومع المشكلة لعب كويس يا طرف جدا المشكلة الكبيرة بقى عندك في الحتة القلب بالملعب بالدفاع اه طبعا اه يمكن انا شايف طبعا العمل مشكلة كبيرة جدا في الحتة دي اصابة بدري بنون انا شايف من ساعة مجيء الرجل طبعا الرجل من احسن الناس في مصر كان بيبني كويس جدا بيطلع الباص كويس جدا بيدرب بباص تلات اربع لعيبة فكان قادر يطلع القلب بشكل محترم مع ايمن اشف كانوا هما الاتنين سنائي بصراحة ايمن كان قادر بقوته وبرطه وجلعانته يحمي برضو بدري من بدري برضو عنده الحتة البدنية وحتة القوة مش بالصورة القوية بتاعت رامي او بتاعت ياسر بس هو كان عقل كان قادر يكمل بالزبط هما الاتنين كانوا قادرين يكملوا بعض مخ وعضلات زي ما يقول بزبط عندك عليه معلول من احسن الباكات ليفت اللي شفناهم واللي جم ولكن طبعا مستهلك جدا او من بعض الاصابة وانا من زمان بقول علي لازم اتحرر علي بيهاجم كويس جدا لازم تحمي الحتة اللي تحتين سموحة كسبتنا ازاي؟ ماروان واقف في ظهر الراجل عرطول ومستبحين من الحتة دي بسبب ان انت كل قطعة بيقطعوا ويلعبوا على ماروان في ظهر معلول اللي هو عرطول طيب طيب انا في ملاحظة شفتها في مطش الزمانك ومطش السموحة للاتنين مساكين او للناس اللي بتدخل علي المنافس سواء معا شكبالا قلت في مطش الزمانك طب جايزش كبالا فكل بي